اشتركوا في القناة ما ان انهت تلك المكالمة حتى ابلغت رفيقتيها بان تلك المرأة الحج مريم اتصلت بها وانها تطلب اللقاء بها قرب مسجد الامام علي قالت كبراه وتنادين عليها بام عماد انها ترتاب في امر تلك المرأة وانها لا تظنها فاعلة خير لوجه الله نظرت اليها نوارة دون ان تنطق كلمة واحدة لعلها فاجأتها بابدائها ارتيابها ذاك وكانت صاحبة الرأي بينهن الثالثة ميساء تابعت ما دار بين نوارة وام عماد بدون تعليق قضيت صلاة الجمعة في مسجد الامام علي فتلمسان وبدأ المصلون يغادرون المسجد متدفقين نحو شارع دركال عبدالقادر على جانبي الباب الكبير استفى بضعة متسولين في الباب الخاص بالنساء وقفت ثلاث نسوة ترتدين جلابيب سودا كتلك التي ترتديها النساء في المشرق العربي تضع النسوة الثلاث رداء على رؤوسهن يبدو من نفس ثوب الجلابيب تستجدين المصليات اللواتي تغادرن المسجد مساعدتهم وترددن بانهن من عائلات سوريات مهجرات كانت الحج مريم بين المصليات لما صارت بمحاذاة النسوة ذوات الجلابيب سود اقتربت من احداهن وهمست بشيء في اذنها تبعتها المرأة التي تبدو دون الثلاثين قصدت الحج مريم مكانا غير بعيد ووقفت لحقت بها المرأة كانت تنظر اليها مترقبة وهي تبتسم انت سوريا اليس كذلك نعم نحن من عائلات هجرتها الحرب اعرف اعرف اردت ان اسألك ان كنت مستعدة للعمل اذا ما اتيحت لك الفرصة بود ان اقول لك نعم ولكن تعلمين سيدتي انه لا يحق لنا العمل لاننا لا نتوفر على وثائق للاقامة في الجزائر كانت الحج مريم تنظر اليها لعل جمال المرأة الشابة شد نظرها خجلها كان يزيد الى جمالها ذاك جمالا ثم انتبهت الى ان الشابة المتشحة بالسواد تنتظر ما الذي تريده منها حقا سألتها ان كان لديها هاتف للاتصال بها وافتها الشابة السورية برقم هاتفها لم تعطها شيئا الحاج مريم كذلك تقدم نفسها في كل مناسبة كان اخر المصلين يغادرون مسجد الامام علي وادعتها وعادت الى رفقتها وكانت ترغبان في معرفة ما تريده المرأة وقد ابلغتهما بما دار بينهما لم يكن ذا اهمية ما اقترحته تلك التي تتسمى بالحاج مريم وسرعان ما صرفت النسوة الثلاث اهتمامهن عن هذا الموضوع وحسبت تلك التي تحدثت اليها واسمها نوارة ان المرأة لن تتصل بها كما وعدتها كان النسوة الثلاث كما اشخاص اخرين يقولون انهم يطلبون المساعدة لعائلات سورية مهجرة تجلن عبر مساجد اخرى غير مسجد الامام علي وعبر الاسواق والمراكز التجارية بعد ستة ايام على وجه التحديد وكان يوم خميس رن هاتف نوارة من الجانب الاخر جاء صوت امرأة كان صوتا ممزوجا ببعض خشونة انا الحاج مريم كانت مفاجأة كبيرة لنوارة ان تتصل بها تلك المرأة نعم سيدتي كيف حالك بخير اريد ان اراك نعم متى واين قرب مسجد الامام علي حيث التقينا يوم الجمعة الماضي مباشرة بعد صلاة الظهر ساكون هناك سيدتي ما ان انهت تلك المكالمة حتى ابلغت رفيقتيها بان تلك المرأة الحاج مريم اتصلت بها وانها تطلب اللقاء بها قرب مسجد الامام علي قالت كبراهون وتنادين عليها بام عماد انها ترتاب في امر تلك المرأة وانها لتظنها فاعلة خير لوجه الله نظرت اليها نوارة دون ان تنطق كلمة واحدة لعلها فجأتها بابدائها ارتيابها ذاك وكانت صاحبة الرأي بينهن الثالثة ميساء تابعت ما دار بين نوارة وام عماد بدون تعليق مساء ذلك اليوم عادت نوارة الى الموضوع فكان قرار ام عماد انهن لن تذهبن الى مسجد الامام علي وحتى تضفي قوة اكبر على القرار ابلغت نوارة وفي الان نفسه ميساء ان ابا عماد هو من قرر ذلك تعلم ان القرار لا يحتمل طعنا ولا انتقادا في الغد تقرر ان تذهب النسوة الثلاث الى مسجد سيد ابراهيم بما يجنبهن اللقاء مع الحاج مريم اقيمت صلاة الجمعة وتلقينا نصيبا من الصدقات وغادرن كنا على موعد مع ابي عماد في محطة التاكسيات وكان عليهن ان تسرعن الخطى كان ابو عماد قد تلقى نصيبا من صدقات مصلين في الجامع الكبير وهن تسلكن شارع الاستقلال توقفت بمحاذاتهن سيارة حمراء تجاهلنها ووصلن السير ولكن السيارة لحقت بهن ثم سمعن صوت منبه استدارت ام عماد رأتها قالت لرفيقتيها انها هي تلك التي تدعى الحاج مريم همت نوارة بالالتفات اليها ولكن ام عماد مسكتها من ذراعها واجبرتها على مواصلة الطريق ثم ترجلت الحاج مريم ونادت بصوتها المشوب بخشونة نوارة نوارة ولما استنتجت ان ايا من الثلاث المتشحات بالسواد لم تلتفت نحوها عادت الى سيارتها وركنتها بشكل سليم رأتها ام عماد وهي تفعل ثم لمحتها وهي تسرع الخطوات تريد ان تلحق بهن قالت لرفيقتيها ان عليهم ان تتفرقن عبرت نوارة وميساء الطريق وتوجهت نحو زنقة بن عبدسلام بومديان الموازية لشارع الاستقلال تبعتهما الحاج مريم بينما واصلت ام عماد طريقها لعلها رأتها ولكنها موقنة انهما ستصلان الى موقف التاكسيات قبلها وانهما ستجدان هناك ابا عماد ما لم تره ام عماد ان المرأة التي تريد لحاق بنوارة اخرجت هاتفها من حقيبتها اليدوية وركبت رقما وتحدثت الى شخص ما ثم بعد ذلك مباشرة ركبت رقما نوارة كانت مع ميساء في منتصف شارع بن عبدسلام بومديان سمعت هاتفها يرن نظرت الى شاشته اسرت الى ميساء بانها هي التفتت لم ترها قالت ميساء ان محطة التاكسيات قريبة الان قبل ان يصل نهاية الزنقة ظهر غير بعيد عن مكتب شركة المياه رجلان ذوى بنيتين قويتين ظنت المرأة انهما سيمضيان الى حال سبيلهما ولكنهما ما انصار على بعد خطوات قليلة حتى انقضى عليهما امسك احدهما بنوارة والاخر بميساء استل الذي امسك بنوارة سكينا ولوح به مهددا قال الاخر ان حاولتم الهرب او اثارة الانتباه فسيكون مآلكما لم ينطق الكلمة ولكنه مرر سكينه على بعد سنتمترات من حنجرته كانت واضحة رسالته عاد بالمرأتين الى شارع الاستقلال ثم توقف الجميع عند سيارة لم تجد نوارة ادنى صعوبة في التعرف اليها كانت سيارة الحاج مريم فتح البابان الخلفيان ودفعت المرأتان دفعا الى داخل السيارة وجلس الرجلان على طرفي المقعد الخلفي لمحت نوارة رأس الحاج مريم وهي تجلس خلف المقود لم يعد لديها من شك انهما مختطفتان لقد حدث ما نبهت اليه ام عماد سمع المحرك وهو يدار ثم انطلقت السيارة مرت قرب شرطي مرور قرب متحف المشور همت ميساء بصراخ ولكن لمعان السكين الذي يمسك به ذاك الذي بجوارها اثناها عن ذلك بعدها صارت السيارة تبتعد شيئا فشيئا عن وسط المدينة تلك التي تدعى الحاج مريم تسوق وقد التزمت الصمت المطبق تذكر نوارة انها سلكت طريقا تمر بالقرب من المستشفى الجامعي دمرج تيجاني ثم سريعا بعد ان اخترقت بضع ازقة توقفت السيارة عند باب منزل بمدخله ما بدى حديقة صغيرة دفعت المرأتان دفعا الى غرفة بها صالون علىه غبار وطاولة عليها صفحة من زجاج تراجع الرجلان لذان امسكا بهما ثم جاءت تلك التي يسمونها الحاج مريم دخلت واغلقت الباب تخلصت من نظرتيها عيناها اللتان بهما شيء من الجحوض توجهتا الى نوارة كنت تظنين انك ستفلتين مني لن الومك فانك لا تعرفين الحاج مريم وستعرفينها الان صمتت ابتلعت ريقها ثم واصلت لو انك جئت طوعا الى موعدنا لما اضطررنا الى كل ما قمنا به ثم التفتت الى ميساء وهذه هل تقرب اليك حركت رأسها بالموافقة جف حلقها وتظن انها لن تستطيع الكلام قامت الحاج مريم من مقعدها وقالت لهما لن يطول مقامكم هنا نساء مثلك يتخطفهن الرجال ابتسمت بخبث وخرجت تحمل نظارتيها في يدها لم يكن في كلام المرأة ادنى غموض انها تنوي بيعهما سمعت خطواتها وبابا يفتح ثم يغلق ظنت انهما وحيدتان في ذلك المنزل اقتربت ميساء من نوارا والتسقت بها ثم انتبهت الى ان الخاطفين لم ينتبهوا الى الهاتف اخرجته واتصلت بابي عماد قالت له بكلمات معدودات انهما هي وميساء محتجزتان في منزل غير بعيد عن المستشفى الجامعي وان الحاج مريم هي التي خطفتهما ما انهت تلك المكالمة حتى سمعت باب المنزل يفتح وتناهى اليهما وقع خطوات ثم انفتح باب الغرفة التي كانت فيها ظهرت الحاج مريم اولا ثم احد الذين نفذ عملية الخطف في المنزل الذي يكتريه المهاجرون السوريون في حي الداليا كان مساء حزينا تم جمع الاطفال في الغرفة المخصصة لهم واجتمع الرجال وكانوا اربعة اكبرهم ابو عماد في غرفة ثانية قرروا ابلاغ الشرطة كانت ام عماد قد ابلغت عن تلك التي يسمونها الحاج مريم وقالت انها تظن ان الذين يرتادون مسجد الامام علي يعرفونها قصد ابو عماد مركز الدرك الاقرب لا حيث يقيم وابلغ بالذي حدث وايضا بما قالته نوارة في اتصالها الهاتفي الاخير ظن ابو عماد الدركي الذي استقبله سيشفق لحاله ولكنه فاجأه بان صار يدقق في كل ما يتعلق بدخوله الى الجزائر تملك نفسه وقاوم دمحه يعلم انه في النهاية في موقف ضعف ترك للضابط امر البحث عن نوارة وميساء وعاد وفي حلقه غصة دخلت زعيمة الخاطفين الغرفة التي تحتجز بها المرأتان كانت تبتسم بل تشك ان تضحك ملأ فمها ثم قالت بعد اقل من ساعة سيأتي من يأخذكما ابتسمت مرة اخرى بخبث لا يخفى ثم اضافت اتمنى لكما حظا سعيدا بعد اقل من ساعة كما قالت سمعت خطوات وراء باب الغرفة التي توجدان بها ثم دخل ثلاثة رجال نظروا اليهما مليا حاول احدهم ان يلمس نوارة ولكنها منعت هي دقائق خرج رجال الثلاثة وما لبثت ان عادت الحاجة مريم امرتهما بالنهوض في الخارج كانت تنتظرهما سيارة ظنت ميساء انها باعتهما ادخلت السيارة التي انطلقت فورا كانت تسرع بافرات تحدث عجلاتها استكاكا وصفيرا ثم على وقع صدمة قوية وصوت زجاج ينكسر توقفت السيارة ذاك كل ما تذكره المرأة لم تكن اصاباتهما قوية في المستشفى علم ان اثنين من الخاطفين قتل في الحادثة بعد ان تلقت الاسعافات الاولية وبعد تسجيل اقوالهما ظنت انه سيكون بمقدورهما المغادرة الى حيث يقيم اهلهما ولكنهما منعتا من ذلك ونقلتا الى الحدود التونسية بعد اسبوع لحق بهما ابو عماد وزوجته واولادهما الباقون كانوا يتدبرون امورهم لعبور المتوسط الى اوروبا لا تغادر دون الضغط على اعجاب الاشتراك في القناة لتتوصل بجديد الفيديوهات وترك تعليقات شكرا